ختام جولتنا الغياضية مع دور كرة السلة الأمريكي حيث فاز تورونتو رابتورز على دالس مافريكس بمائة ونقطتين مقابل واحد وتسعين ورغم تألق النجم الألماني ديريك نوفيتسكي الذي سجل ثماني عشرة نقطة إلا أن ذلك لم يكن كافياً ليمنع دالس من تلقي هزيمته الثانية هذا الموسم في دوري الأم بي اي